يعني كل ما بيسمع نجيب ميقاتي عم بيحكي بحس هيك انه بدي حطله بايده شي مليون ليرة يمشي حاله فيهم لاخر الشهر تقول عنده بسطة كاك عدتل زلمي معتر يعني قدمه معتر بيلويه لقلبي ساعة بيقلك بدنا نتحمل بعض وساعة بيقل له للمواطن شعور معنا يا عمي انتو ما بتسطحوا فمنا ما بتحسوا بس ما بتسطحوا الوجه كتاب لوزير الداخلية طلب فيه عدم تأمين المؤازرة او تنفيذ اي قرار بيصدر عن القاضي غادعون بملف المصارف وطبعا وزير الداخلية لبه على السريع يا عمي ما صارت بولا بلد بالعالم انه المسؤولين يتدخلوا لصالح المدة عليهم ضد المدعي ومش باي ملف بملف افلاس الناس وسرقة جانع عمرهم باكبر ملف سرق او نهب وتبليد اموال صار بالتاريخ عبانة اموال المدعين مقدة السيامياتة عبانة ما بتتدخل بالقضاء عم تتعدى ع صلاحيات رئيس الجمهورية فهمنا تعدات ع مصريات الناس وشفط الاسكان فهمنا شو حصك بالقضاء مش باعت خرق للدستور يا خي ما عندك مستشار قانوني بيفهم يطلع يخبرك انه لا انت ولا وزير داخلتك عندكم صلاحية تتدخلوا بالقضاء ما عندك مستشار بيفهم يطلع يشرح لك مبدأ فصل السلطات المنصوصة عندنا بالدستور ما فهمت من جبلك مونتاسكيو شخصيا يعني ليطلع يفهمك الموضوع وين استقلالية القضاء او بس يصير الموضوع خاصه بالمصارف بتتحول دغري من رئيس حكومة لمصرفة وبتسقط معك كل الاعراف والقوانين خدمة للوصوص الهيكل قداشك اصلا متورت انت وغيرك تفضحتو حالكن هاك بهاي الطريقة هل قد نواجعتو من ختم سيرفر بونك طلع مقر الامان العام للمدارس الكاتوليكية او هيك بتدور السام لخطوط الحمرة اللي مزنرة بعبئة الدين او مفكر هيك بتنسينك بعاول مرفوعة ضدك او بتنسينك يفربت مصريتك لبرى البلد بالأزمة بعدين ما فهمت هلأ صار انه انت خاب الرئيس بنزل الدولار عم بتكتر قعدات مع سمير جاجع يعني لا عيني مش هيك الدولار بينزل لما بتشيلوا ايدكن عن القضاء ولما بتتركوه يشتغل ساعته بتنحل القصة القاضي غادعون عجبكن ولا ما عجبكن عبتطبق القانون وكل من بعرقل التحقيقات هلأ هو اما متورط اما متورط اما متورط